مساء الجمال زي ما تعودنا بعد كل مباراة بنعمل فيديو لتحليل المطش وبنعمل فيديو في اخر السهرة لنجم المباراة وافضل لاعب في المباراة والاسوأ في المباراة مطش النهاردة الاهلي وطنطا زي ما اتفقنا ان هو مفوش حماس خلاص الاهلي خدت دوري وانا قلت هلكوا قبل الاهلي ما ياخد الدوري قلت بعد ما الاهلي رسمي هياخد الدوري هتلاقي المطشات ما لاش اي طعم الا مطشات الصراع اللي تحت اللي في الهبوط يعني لكن نتكلم سريعا على نجم المباراة وهو نجم الموسم او نجم السنة هو عمر السلية عمر السلية هو يعني مش هو كويس بس ده هو مفيد جدا جدا للنادي الاهلي انه بيغطي وراء كل زميل لي بيغطي فص الملعب بيغطي على الاطراف بيغطي وراء معلول بيغطي وراء هاني بيغطي وراء اي من اشرف ربيع فيه قوار السلية بيخش فيها مع الانفراض الاخير يعني الراس الحربة اي فرقة مثلا مش في المطش بس تعال النهاردة اي راس حربة بيعد مثلا من ربيع وهيروح يجيب جول ألاقي اللي اشترك معاه وطلع كرة كورنان ألاقي السلية وفي نفس الوقت هو اللي جايب الهدف هو اللي مسجل للنادي الاهلي فإذا تواجد السلية هو اللاعب لكل فريق بطل بيبقى فيه لاعب موجود في كل كورة بيجيب كورة تانية بيشارك في الهجمة بيبوز الهجمة على الفرقة الخصم بيسجل بيلعب على المرمى بتلاقيه في كل مكان في الملعب ما شاء الله الله اكبر بجد السلية الكلام ده أنا على فكرة قلته قبل كورونا في الدور الأولاني قلت السلية هو أحسن لاعب في الموسم السنة دي ده في الدور الأول ومشاء الله علشان هو مستمر وبيلعب على طول حتى الإصابة لما جات له وجي رجع السلية تجي تبص على وشه كده تحس بالمسئولية تحس انه عنده مسئولية على الفرقة برضو لما كان احتياطي نزل شوت تاني والفايلر ما قدرش المطش اللي بعديه لعب أساسي على طول السلية لعب مهم جدا للنادي الأهلي جدا وأهميته مش انه سجل هدف النهاردة أهميته بقول لكم في كل كورة أنا عايز أقول لك على حاجة لو اتفرجت على إعادة لأي مطش النادي الأهلي الموسم ده بكلمكم جده وجيت مثلا قطعت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه وجريت مثلا عشر دقايق وجيت شغلت على طول هتلاقي السلية مشترك في الكورة تخيل سواء هجومية أو دفاعية السلية في كل مباراة هتلاقيه كده في السكسارطة بيكمل في كورة عرضية كورة راحت عند معلول كورة راحت عند معلول ناحية الشمال كورة راحت عند فتحي واللهاني ناحية اليمين بتلاقيه دخل مع الفرودة وسبحان الله في حاجة غريبة جدا هتلاقي السلية إيجابياته على المرمى أحسن من المهاجمين يعني النهاردة تلاقي الشرط الأولين مثلا أجايا والشيخ ما لعبش ولا كورة عجون والسلية شاط عجون وراح ولعب دماغه لا يعني ايه ما تعرفش يعني سبحان الله هو راجل ديفندر وسط ملعب لكن أنا أهميته عندي أحسن من المهاجمين أحسن من المهاجمين بكتير مش علشان بيسجي الهدف علشان هو متواجد في كل هجمة للنادي الأهلي هو اللي بيصنع الهجمة وهو اللي بيكمل الهجمة السلية لعب مهم جدا 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 للنادي الأهلي وإن شاء الله هيبقى مكسب كبير أول فترة اللي جاية في منتخب مصر لأنه هو أحسن لعب في مصر حاليا بجد بدون حتى منافسة يعني طبعا محمد أشرف حارس مرمى الطنطة اللي مغفلش ضروق أبدا ضروق جميل وحارس ممتاز وطبعا الشناوي اللي هيعلي عليه يعني الشناوي ده في حت الوحد وكده يعني الشناوي الأسوأ قلب يدفعني للأهلي أيمن أشرف وربيعة اللي اتنين دخلوا بيدخلوا دخلات غريبة قوي بياخدوا إنذرات برغم إن أيمن أشرف أنا قلت عليه قبل كده إن هو كأسر هو يمكن هيبقى أقل مساك بأسره إن أفريقيا كل أجسام وكده لكن هو أحسن مساك لأنه متواجد على طول الفرقة تعتمد عليه والمساكين التانيين سعد سمير وربيعة وياسر ومحمود متولي كل دول بيتصابوا على طول إلا الملتزم واللاعب المحترم فعلا هو أيمن أشرف والله متواجد على طول لكن ده ما يمنعش إن أيمن أشرف لي دخلات غريبة جدا بيعمل فاولات كتير فاكرين أنتوا في ماتشف المجمعات كان الأهل هيطلع من المجمعات بسببه إنه دخل عمل فاول أو مسك الراجل فكارت حمر وطلع الأهل يلعب ناقص وربنا سطر لا أنا أصد إن قلب الدفاع عن نادي الأهل مش كويسي إن فعش بلعب مع فرقة خلاص نزل نزل الدرجة تانية وادخل على الفرقة ودعم الفاولات وخطيرة وربيعة يخش داخلات ده في ربيعة دخل دخلة على الراجل في ركبه الربيعة بيعمل تجلد مش على الأرض في الركب أنا الحاكم كان مفروض يطلع له كارت حمر نقطة ضد ضعف قلب الملعب ليه أنا بيقول كده قلب الدفاع عن نادي الأهلي لأن لما هتروح تلعب الوداد هيبقى الحكام دخلة زي دخلات أيمن أشرف كده ولا ربيعة بلن ولا المطشباص وممكن تطلع من البطولة علشان مساك بيندفع ولا مساك بيدخل يعمل فاول لأن الفاولات اللي بتيجي عن نادي الأهلي كتير دي وبتترفع أفرات في السكس يارتا دي ممكن تعد دلوقتي إنما في أفريقيا مع الوداد مش هتعد هتبقى في منطه الخطورة وإنتوا عارفين إن إحنا نقطة ضعفنا مع شمال أفريقيا القوار السبتة القرانين والفاولات ممكن ممكن الأهلي يبقى أحسن من الوداد هناك في المغرب لكن يجي للمغرب تلات أربع فاولات ناحية القرانين زي تلات أربع قرانين ممكن يجي منهم جواني للأسف يعني فربنا يستر واعمل لايك بقى للفيديو واشترك في القناة وفعل الرجال شكرا